وشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب هل صلب المسيح ومات لأجل فداء الإنسان هذا هو السؤال المهم الذي ينبغي أن نجيب عليه ويوضحه أيضا الكتاب المقدس بكل وضوح بما لا يحمل أي شك في أن المسيح فعلا مات من أجل فداء الإنسان إلا أن البعض يطعن في عقيدة الصلب والفداء والذين يطعنون في عقيدة الصلب والفداء يطعنون فيها لأنهم يرفضون حقيقة موت المسيح فهو يرفض الإيمان بأن المسيح قد مات ولأنه يرفض الإيمان بأن المسيح قد مات فهو يطعن في أهمية موت المسيح وعش كده في دائرة كده مرتبطة ببعض أنا بسميها أربع نقط مهمين جدا مرتبطين ببعض لو قلنا أن المسيح لم يصلب يبقى النتيجة الطبيعية أن المسيح لم يقم من بين الأموات لأنه لم يصلب لم يمت فلم يقم من بين الأموات وبالتالي عدم قيمته من بين الأموات تؤكد إنسانيته تؤكد أنه مجرد إنسان عادي ولأنه لم يمت ولم يقم وإنسان عادي يصير أيضا مفهوم الخلاص مش موجود يبقى المسيح لم يخلص أحد من خطاياه إلا أن العقيدة المسيحية المؤسسة على كلمة الله بتؤكد الآتي بتؤكد أن المسيح صلب ومات وتؤكد أن المسيح قد قام من بين الأموات وتؤكد أن برهان لهوت المسيح المعلن القوي هو قيمته من بين الأموات فلأنه قام من بين الأموات فكل ما قاله عن نفسه وأعلنه عن طبيعته هو صدق وحق وفيها أيضا لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أيضا وأنه ينبغي أن يموت وينبغي أن يقوم في اليوم الثالث كل هذه الإعلانات عن نفسه التي أعلنها المسيح حقيقة ولأن المسيح هو كلمة الله المتجسد فيكون موته وقيامته هو تأكيد لخلاص الإنسان من خطيته هذا هو الإيمان المسيحي هذا هو الفكر المسيحي لأن الإخوة المسلمين بدون تقديم أي دليل تاريخي ومنطقي من كتبهم من قرآنهم يتعنون في تاريخية موت المسيح ودون أن يقدم أي براهين مفيش واحد مسلم أنا شفته أو سمعت له فيديو احترم عقل المشاهد أو السامع وأدم البرهين التاريخية المنطقية على أن المسيح لم يموت كل ما يفعلونه كل ما يفعلونه هو يروح للأناجيل اللي بتؤكد صلب المسيح الأناجيل الأربعة ويقول لك أصله متى اختلف مع لوقة في النقطة دي وبكده يبقى بيطعن فيه تاريخية الصلب هاتلي دليل متى ومرقص ولوقة ويوحنى الأربعة اتفقوا مية في المية على أن المسيح الحقيقة الكبيرة أن المسيح قد مات صلب ومات مفيش عاقل على وجه الأرض عاقل أنا بتكلم عن عاقل مفيش إنسان عاقل على وجه الأرض عندما يقرأ الأناجيل عندما يقرأ الأناجيل أو يقرأ أي إنجيل من الأناجيل الأربعة كويس يطلع بالنتيجة المسيح لم يصلب مفيش عاقل مفيش عاقل أنا ما شفتش واحد عائل أرى الأنجيل دون وطلع أنه المسيح لم يصلب الإراية العادية الإراية البسيطة الإراية السطحية الإراية للأنجيل لمجرد إرايتها هيطلع بحقيقة واحدة أن الأنجيل الأربعة أكدت أن المسيح قد صلب وأن المسيح قد مات وأن المسيح قد دفن وأن المسيح قد قام في اليوم الثالث بحسب الكتب أي واحد من أي خلفية أخرى ادي الكتاب ده لملحد ادي لي بوزي ادي لي هندوسي ادي لي أي شخص يكون عاقل وقلوا إقرالي الأنجيل الأربعة أو إقرالي إنجيل متى أو أي إنجيل من الأنجيل ويقول لي المسيح حصله إيه هيقول لك في الآخر المسيح صلب ومات فما يجيش بقى أسكى إخواته لإخوة المسلمين اللي بيعتقد أنه هم أسكى إخواتهم كويس مع احترامي للكل ويقول لك أصله لا أصله ملاك ولا ملكين لا أصله كان عند الفجر ولا والظلام باقي كويس وعلشان هو ما عندهوش دليل عشان هو عاجز على تقديم الأدلة من عنده اللي تؤكد تاريخيا أن المسيح لم يمت فيجي يطعن في الأنجيل الأربعة كويس النهاردة هتكلم عن الصلب والفداء وهستخدم فيديو هذا الفيديو هو عبارة عن محاضرة بتقدم لطلبة مقارنة الأديان في إحدى المدارس أو الجامعات كويس وبيقدمها شخص فيها بيطعن في حقيقة الصلب وارتباطه بالفداء كويس وأنه دي مجرد بدعة أو خرافة أجي إلى سؤال هل عقيدة صلب المسيح عقيدة الصلب والفداء عقيدة منحرفة أنا بستخدم سمحوني في اللفظ يعني لأن أنا بستخدم الكلمات اللي بيقولها بالفيديو هل هي عقيدة منحرفة اختراعها بوليس إنه هو الفكر إيه الفكر اللي عنده إنه بوليس اختراع العقيدة دي عقيدة أن المسيح مات من أجل فداء الإنسان إنما أساسا لا العهد القديم ولا العهد الجديد بيوافق على الكلام ده وبعدين بوليس أصلوا اليهود هما اللي إيه هما الوحشين اليهود هما اللي زقوه على الإيمان المسيح علشان يفسد الإيمان المسيح يعني أيهما أقرب للعقل يعني أنا بشوف إنه قائل هذه الكلمات هو لم يقرأ حتى الكتير المعدد لم يقرأه إنه يوصل بفكره المنحرف إلى إنه يقول أن العقيدة اختراعها بوليس علشان اليهود زقوا بوليس عشان يدخل المسيحية عشان يفسد المسيحية عشان يطعن هو في الأنجير الأربعة ويطعن فيه تاريخية صلب المسيح وبالتالي يطلع مبسوط أو مرتاح نفسيا إنه الآية اليتيمة اللي عنده التي ليس لها أي أساس من الصحة هي صحة اللي كتبها شاهد ما جافش حاجة هي صحة طيب في فيديو أول فيديو هنسمعه بيتكلم عن النقطة دي وبيقول لنا إنه تعاليم الصلب المسيح وارتباطها بالفداء دي تعاليم اختراعها بوليس نسمع أول فيديو بالنسبة لي صلب المسيح بالطبع ركز على ذلك كما ذكرنا بوليس في رسائله ولو نظرنا بنجد هذا المنحرف أو هذا المفهوم المنحرف لهذه العقيدة وجد فيه رسائل بوليس وهذا أيضا يبين لنا الخطة المبيتة أو النية المبيتة لدى اليهود في حرف دعوة المسيح عن مسارها الصحيح بدخول مثل بوليس في هذه الديانة وقوله بهذه العقائد الباطلة طيب طبعا أنا عايز أقول لك أن دي محاضرة بتقدم لطلبة يعني مفروض أنها محاضرة أكاديمية مفروض أنها محاضرة تحترم عقل اللي قدامها لكن هي الفكرة أنه بوليس عمل لهم إزعاج أنا معرفش معرفش بوليس عمل إيه للإخوة المسلمين يعني هل كان بينافس رسول الإسلام في الدعوة بتاعته يعني هل كان من اليهود اللي عايشين في الجزيرة العربية اللي رفضين الإيمان بدعوة رسول الإسلام فعمل لهم عداء مع أن بوليس ده كان قبل الإسلام ب600 سنة لكن هي الفكرة الأساسية أنه فعلا بوليس عمل لهم نوع من الإزعاج ويقول لك أنه الفكرة دي فكرة الصلب والفداء نجدها في كتابات بوليس بجد بس ما بنجدهاش في كتابات تانية لا بنجدها في رسالة العبرانين ولا بنجدها في كتابات بوتروس ولا بنجدها في رسالة يهوزة ولا بنجدها في صفر الرؤية ولا بنجدها في رسالة يوحنة يعني ده 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 هناك في العهد الجديد بعيدا عن الأربع أناجيل أكتر من مية خمسة وسبعين آية كتابية تتحدث عن صلب المسيح ده غير الأناجيل غير الأناجيل لكن هي الفكرة أنه هو عايزي أنا بشعر بخيبة أمل المسلم وبفشله فاكرين منقذ السقار لما قلنا له إزاي ترفض كل هذه الأدلة وكل هذه الآيات الكتابية الكثيرة جدا التي تتحدث بالتفصيل عن صلب المسيح وتؤمن بأي واحدة قالك آه لا 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 أنا أؤمن بيها طب ليه بتؤمن بيها أصله مش اللي قالها رسول الإسلام ده اللي قالها رب رسول الإسلام وهو علام الغيوب يا السلام الكلام ده ينفع المصطبة وإنت قاعد في الخيمة كويس في الجزيرة العربية في الخيمة كده مع الإخوة حواليك وبتشعب قهوة لكن المنطق والدراسة ما ينفعش فيهم كده ويسيبك من كتاب المؤدس لأن كل الكتاب المؤدس بيأكد صلب المسيح فما تجيش تتعنلي في صلب المسيح وترخيط صلب المسيح من الكتاب المؤدس دي خيبة دي اسمها خيبة هتلي أدلتك أنت وبراهينك أنت اللي بتأكد من عندك أنت أن المسيح لم يصلب قولك ما عنديش ما عنديش أول أول من إصدر بالمسيح وبالمسيحية هو القرآن ورسول الإسلام فطعنوا في الإيمان المسيحي وتعنوا في لب وصلب العقيدة المسيحية يعتبر إزراء وأنا هنا دوري أن أرد على هذه الاتهامات ووضحها عشو كده يمكن في أكتر من حلقة الموضوع موضوع الصلب والفداء ده زي ما قلت الحلقة موضوع الصلب والفداء ده يعتبر هو فعلا جوهر المسيحية جوهر المسيحية لأنه زي ما قلت لو لم يصل بالمسيح إذن المسيح لم يقم إذن المسيح لم يبرهن على لهوته إذن الإنسان ما زال في خطيته ويموت في خطيته لكن الحل بيجي من الإيمان المسيحي أن المسيح فعلا تجسد وهو كلمة الله والمسيح صلب ومات والمسيح قام من بين الأموات وبرهن على لهوته ولأجل هذا ما صنع المسيح بصلبه وبموته وبقيامته هو تبرير للإنسان الخاطئ تبرير للإنسان الخاطئ طيب أجي إلى حقيقة مهمة جدا الكتابة مقدس كله كله موضوع الأساسي هو أي هو الخلاص موضوع الكتاب المقدس هو الخلاص هو عن الخلاص كتاب عن الخلاص ليس كتاب علمي وليس كتاب تاريخي هو كتابي كلمني عن الخلاص بكلمني عن الخلاص في ثلاث نقط أساسيين بكلمني عن الله مين هو بكلمني عن الإنسان مين هو وإيه اللي حصل له بكلمني عن احتياج الإنسان للخلاص وتدبير الله لاحتياج الإنسان لكي ما يخلص عشان كده من أول سفر التكوين لآخر سفر في كتاب مؤدس موضوع الأساسي هو خلاص الله بالمسيح يسوع هو يصحك رأسك وأنت تصحقين عقبه بسفر التكوين أصحح ثلاثة بعد سقوط الإنسان مباشرة بعد سقوط أدم حوى الرب بيعطي الوعد دي من سميها البشارة الأولى أو الإنجيل الأول بمجيء المسيح هو يصحك رأسك نسل المرأة اللي هيأتي في ملء الزمان المسيح وأنت تصحقين عقبه إلى آخر سفر في الكتاب المؤدس هو سفر الرؤية بيقول ومن يعتش فليأتي ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم أمين من اللي بيقدم طعام للإنسان الجائع ومن اللي بيروي زمأ الإنسان الروحي هو شخص يسوع المسيح بعمله ده موضوع كتاب المؤدس كل لكن أجي إلى حقيقة أخرى هل والسؤال هنا هل الصلب والفداء هو فلسفة بطلة هل هو فكر فلسفي ولا مؤسس على كلمة الله خلونا نسمع الفيديو رقم اثنين وهو للأسب يتهم الحقيقة فداء المسيح بأنها فلسفة بطلة فلسفة الصلب كلها تقوم على تكفير المسيح عن خطيئة خطيئة آدم من أكله من الشجرة والتي ورثها لمن؟ لأبنائه من بعده بنقولهم هذه الفلسفة من البداية فلسفة نعم باطلة جملة وتفصيلا مش من عندنا احنا بنقول هذا الكلام لا الذي يرد ويبطل هذا الكلام نفس نصوص العهد القديم اللي انتوا تأخذوا منها قصة مين؟ اللي هو آدم وخطيئة آدم رغم ما أخذنا طبعا الكثير على مين؟ على قصة اللي هو آدم وخطيئته طبعا احنا لا نوافق القصة بكل تفاصيلها الموجودة في التوراة لكن بشكل عام نعم آدم أكل من الشجرة وعصى ربه سبحانه وتعالى لكن راح نشوف احنا بالنسبة لنا في القرآن الكريم فهمنا لهذه الخطيئة وكيف تاب آدم منه؟ من هذه الخطيئة ولم يورثها لأحد من أبنائي بيكلم كخبير في الكتام عدس وإنه العهد القديم والعهد الجديد بيؤكد على إنه الإنسان من يصنع الخطيئة هو وحده اللي يعاقب على الخطيئة وده حقي ده أمر حقيقي وموجود في الكتام عدس كويس لكن اللي انت متعرفهوش عن الكتام المقدس أنه فكرة الكفارة والتكفير عن الخطيئة بسفك الدم هي لب العهد القديم والعهد جديد هي لب يعني حقيقة الكفارة والفداء موجودة في العهد القديم موجودة من أول ما الله صنع لهم أقمسة من جلد وألبس آدم وحواء وكاسا عريو موجودة في الزبائح التي نراها بوضوح في العهد القديم موجودة في خروف الفصح موجودة في يوم الكفارة العظيم الذي به يكفر عن خطيئة الشعب بسفك الدم موجودة في الزبائح التي تقدم صباحا والزبائح التي تقدم مساء والزبائح التي تقدم كل يوم سبت والزبائح التي تقدم مع بداية الشهور موجودة مع زبيحة الخطيئة والإثم والسلام والمحرقة موجودة فبدون سفك دم في العهد القديم لا تحصل مغفرة وحتى الإنسان الخاطي إذا أراد أن تخفر خطيئك لابد أن يقدم زبيحة عن نفسه أنت متقراش الموضوع دي حضرتك متعرفش عنها حاجة يعني الإخوة المسلمين اللي يجي يروح واخد لك آية ويقول لك آه إنه الأباء أكروا الحسر وأثنان الأباء درست كويس لا تقولون هذا المثل لأنه كل واحد يموت بخطيئته آه دي عائية لكن من الذي يموت بخطيئته الذي لم يعترف بها ويقدم بها زبيحة لكي ما تخفر خطيئة ده عند اليهود اليهود ما عندهمش الخطيئة بتخفر كده اليهود يعنده طريقة لكي ما تخفر بيها الخطايا كل نظام الزبائح كل نظام خيمة الاجتماع أو الهيكل كل النظام ده وأنه هو الطريقة اللي أعدها الله لكي ما ينال الإنسان الخاطي مرة أخرى قبولا أمامه بسفك الدم ما حضرتكم تلاعفش حاجة عن كده وتيجي تقولي العهد القديم بشهادة العهد القديم الكفارة والفداء ده موجود فين يمكن حضرتك غلط بدل ما تقرأ العهد القديم قريد كتاب تاني ما تقرأ ما تقرأ من كل العهد القديم بيكلم عن هذه الحقيقة كل العهد القديم ولا يمكن لأبدا لأي يهودي طقي أن ينكر حقيقة الكفارة بالدم أن ينكر حقيقة الفداء بسفك الدم اللي كلها كلها كانت رمز لي حمل الله الذي يرفع خطية العالم شخص يسوع المسيح عش كده هو يعني أنا عايز أوريكو إزاي فعلا الإخوة المسلمين طريقة التفكير بتاعتهم منطق مقلوب ده يعني لو سميته منطق هو القرآن بينفي صلب المسيح تاريخية صلب المسيح وموته وهو علشان القرآن ما بيقدمش قد الله يروح يطعن في ارتباط الموت بالفداء ما هو إبليس شاطر ولإنه شاطر فهو يريد أن الجميع يهلكون والطريقة التي بيها يهلك الإنسان هي أنه يرفض عمل المسيح يسوع الكفاري يرفض حقيقة الإيمان بصلب وموت المسيح النيابي وبكده الإنسان يموت في خطايا وده اللي بيعمله الإسلام ده اللي بيعمله الإنسان الإسلام الإسلام بيوصل الإنسان للدرجة أنه ممكن يعمل كل حاجة لكنه يظل الآخر لحظة في حياته ويمكن حتى بعد ما ماته الإنسان لا يضمن أبدا إذا مات هيروح الجنة ولا هيروح النار الإنسان مسلم لا عنده أي ثقة ولا أي يقين مهما عمل في أنه عنده يقين أن يروح الجنة لا ما عنده هذا اليقين وجعل الإنسان يعيش في الخوف طول أيام عمره الخوف من الموت الخوف من الهلاك الخوف من بعد الموت عشان كده يقولك أنه أصل مفهوم الفداء والصلب ده جي متأخر قوي جي متأخر قوي يعني جي الساعة كام يعني كان مفروض يجي الفجر ويجي على العيش جي متأخر قوي نسمع الفيديو رقم ثلاثة وهو بيقولك أنه ده مفهوم جي متأخر قوي نشوف طيب إذن مفهوم خطيئة آدم ووراثة خطيئة آدم هذا مفهوم نعم يعني غير صحيح ومفهوم يؤكد عليه القرآن الكريم إذن واضح جدا مفهوم وراثة الخطيئة بالنسبة لخطيئة آدم هذا مفهوم يشماله فالمفهوم متأخر ومفهوم إن دل على شيء فإنما يدل على أن هناك يد عبثت في دعوة المسيح وأدخلت فيها هذه الفلسفة الوثنية نعم يعني يعني مفهوم كفارة المسيح ده مفهوم متأخر جدا ولأنه متأخر فيقولك إنه ده تم التحريف في الأنجيل ما هيلف اللفة نفسها فبالتالي الأنجيل دي ليست هي الأنجيلة التي كتبت عن المسيح هناك أنجيل ضائع أنجيل نزل على المسيح رسالته الحقيقة لحد النهارده هما مش عارفينها ولا حد قادر يحصل على نسخة منه ولا حتى فيه إشارة لي في أي حاجة ولا حتى لقينا منه قصاصة يعني فيبدأ يطعن في الأنجيل عشان يطعن في تاريخيتها وإنها اللي بتقوله عن شخص المسيح وصلبه وموته حقيقة تاريخية طبعا العهد الأديم بيكلم عن الكفارة وبيكلم عن الفداء وبيأكد لنا أن الإنسان منذ أن سقط ودي حقيقة الإنسان منذ أن سقط من اللحظة التي حدث فيها السقوط والإنسان انفصل عن الله روحيا وصار محكوم عليه بالهلاك الأبدي والموت الجسدي والأجل هذا يحتاج الإنسان إلى الخلاص والأجل هذا رتب الله في العهد القديم أن الإنسان يكفر عن خطياته بسفك الدم هل يحتاج الإنسان إلى خلاص مشكلة الإنسان الإنسان عنده مشكلة في العهد القديم والعهد الجديد بيأكدها وانا ما عرفش النصوص دي ما أرهاش يمكن ما عرفهاش لم يقول ليس قال الجاهل في قلبه ليس إله فسدوا ورجسوا رجاسة ليس من يعمل صلاحا كلهم قد ارتدوا معا فسدوا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد ده الإنسان الإنسان بشمليته الطبيعة الإنسانية بشمليتها أنه ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد بنجدها في مزمور 14 ومزمور 53 بكل وضوح بيأكدها كتاب وبنجدها على صفحات الكتاب أنه ما فيش حاجة قدرت تغير قلب الإنسان الناجس لا الطفان غير قلب الإنسان فبعد الطفان عمل الخطيئة نفسها ولا النار اللي نزلت أيضا على سدوم وعمور غيرت قلب الإنسان فما زال الإنسان إلى يومنا هذا متعلق بكل ما هو شاز جنسيا فليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد وعش كده أرمية حطها بكل وضوح القلب أخدع من كل شيء وهو نجس من يعرفه قلب الإنسان نجس بطبيعته عش كده داود يقوله قلبا نقيا أخلق في يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي الإنسان ما يعرفش يعمل حاجة كويس الإنسان ما يعرفش يعمل حاجة كويس الإنسان ما يعرفش إنه يوصل لله الإنسان منفصل عن الله حتى حتى الفرق ما بين الدول المتقدمة والدول الغير متقدمة من ناحية احترام القوانين واحترام الشرائع هو بس مجرد الخوف من القانون لكن الإنسان هو إنسان طيب أخد الأخ جيرجس من أمريكا ألو مساء النور أهلا وسهلا بحضرتك أهلا أحب أقول للشيخ إنه المسيح ما ماتش عشان خطيت آدم بس غرس الرسول بيقول أسلم ذاته لأجلي فالمسيح مات عشان خطيت آدم وعشان خطايا كل البشر من آدم إلى آخر الظهور مجتملة خطية الشيخ الشيخ ده المثال تلأ هو واللي خلفوه واللي هيخلفهم فكل البشر المسيح مات علشان وبعد كده الهمن أما يقولوا إنه ماتش موجود ومش عارف مين مكانش موجود مكان مكانوش هود عيان المسيح ما الصلبش في زاوية المسيح الصلب في عيد الفسح وكان البلد مليانة ومسحومة ومات عارف ومات كان في أوروشاليم ومورقص كان في أوروشاليم وكلهم كانوا في أوروشاليم إنما أسلوب البلطجة اللي عملوا حبيب العدلي ومبارك ساعة مفجر وكنيسة القديسين في اسكندرية وطلعوا ويقولوا ده واحد لابس حزام ناسف هو اللي فجرها أسلوب البلطجة ده هو اللي ماشي معهم ومع إلههم وهو يعني منقص السقار بيقول والله قال الله بتحكم ده الله إله بلطجي ينكر الحقائق وينكر الناس شهود العيان اللي استديالوها ده أسلوب بلطجة مش أسلوب حد عدلي يعني هو هو يقولك إنه متى ما كانش موجود طيب رسول الإسلام كان موجود يعني أسلوب بلطجة هو أنا ما أقول كده ما فيش حد يتكلم زي حبيب العدلي ما قال ده واحد فجر نفسه مش ده أنا أنا شايف أنا مجرى كتاب عن الأحداث دي شايف عربية مولعة إزاي ما فيش عربية وإزاي تقول وإزاي تحاول تقنعني وبعد كده ربنا أزال مبارك وأزال حكومته يعني ف الرب يفتح القلوب يفتح القلوب ولا عقول لن نعم أسلوب البلطجة أسلوب البلطجة الفكرية ده لا نقبله طبعا 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 وبدون أي أدلة وبرهين خالص يعني بدون أي أدلة وبرهين من عنده يعني شكرا شكرا لك أخي جرجس طيب أخذ مدخلة أخرى لأخ هجوب من هجوب من روسيا وهو صديق للبرنامج ألو 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 ده ما يزال معنا الخط طيب طيب ممكن ألو ألو يسمعك معك عزيزي أهلا وسهلا بيك أخي كيفك سلام المسيح سلام المسيح كيف أخبارك سلام المسيح يا غير تمام نشكر رب أنا مشتابك سدق وأنا كمان سدقني الله يخليك يا رب الله يسدك أخوي الغالي يا شرف يعني خدعوكم يا مسلمين فقالوا لكم أن المسيح لم يصلب تمام ولم يشبه له تمام الآية اليتيمة التي تقول في سورة النساء 156 تقول إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إسري إن المسيح عيسى بن مريم تمام اللي بتقول الآية ما قتلوه ما صلبوه ولكن شبها لا طيب من الذي شبها لهم أخونا دي بقى مصيبة كبيرة دي ده هم مش عارفين مع الأسف يعني أنا بسأل سؤال أنا بسأل فعلا سؤال وأنت بتسأل سؤال من الذي صلب بدل المسيح يعني أنا من خلال خدمتي على السوشال ميديا قلتلك يعني المسيح مثلا بقولك ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها له طيب من الذي شبها لهم احنا بنسألكوا سؤال في سورة النساء 157 بتقول يعني نفسي نفهم والذين اختلفوا فيه لفي شكل مما لهم من علم إلا من أتواع ما قتلوه يقينا يعني يعني مش معروف أخوي الغالي أشرف يعني بقولك يا سيد العزيز يعني المسيح بقولك إنه كذبوا كذبوا يعني في تفسير طيب أشوف أقولك أقولك حاجة أخوي الغالي أشرف في تفسير ابن كثير أقولك كان رجلا مشركا من عبدة الكواكب وكان يوقال أهل منته اليونان وأنهو إليه أن ببيت المقدس رجلا يفتن الناس ويضلهم ويفسد على الملك رعياء فغلب الملك من هذا وكتب إلى نائبه في القدس أن يحتاطى على هذا المذكور وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه ويكف وأذاه على الناس فلما وصل الكتاب امتثل متول لبيت المقدس ذلك وذهب هو وطائف من اليهود إلى المنزل الذي فيه عيسى عليه السلام وهو في جماعة في جماعة من أصحابه منهم اللي هم التلميذ أو الحواريين يقول لك يا سيد العزيز 12 أو 13 وقيل 17 من إمثل تلميذ المسيح 17 أو 13 هو أساسا اللي كان بيعدي ما كانش بيعرف يعدي يعني 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 وبعدين راح يبلغ عنها فبيقولوله رقم العربية كام فهو يعني الرقم قريب من الألف فهو بس مش فاكر بالضبط 998 أو 997 فقال الزبط قول ألف مثلا قول ألف فقاله ازاي تقول لي رقم بالضبط يعني انت مش عارف الرقم تقول لي الرقم بالضبط فده العارف 12 ولا 13 ولا 17 ولا هي كتليلة ضل يعني أه بيقول لك مثلا مثل كده يعني في الكلام اللي أنا بيقول لك وحصروه هنالك بيقول لك وكان بيقول لك كان ذلك يوم الجمعة بعد العصر ليلة السبت يعني يعطيك الديتيل يعطيك التفاصيل يعني مشكور مثلا بيقول لك مثلا يخلف عليه ما أصرش الصراحة فحصروه هنالك فلما أحس بهم تمام فلما أحس بهم لأنه لا محالة من دخول عليهم أو خروج عليهم قال لي أصحابهم عيسى عيسى بيعلها ريسى بيقول لك أيش أيكما يلقى علي شبهي وهو رفيقي في الجنة فانتذب ذلك شاب منهم مين هو الشاب أنا نفسي أعرف أنا كشخص اسمي هاجوب والدكتور أشرف عزمي اللي هو عايز يعرف مين هو الشبيه بيقول لك فانتذب ذلك شاب منهم فكأنه تمام استصغره عن ذلك تمام هو أصغر وحشي وبعدين مين اللي يقبل المسيح بهذا الشكل مسيح جبان من إمتى المسيح جبان من إمتى المسيح ممكن يضحي بحد علشان هو ينقذ يعني يعني ده هو أساسا ده قال قال سيبوا دول انتوا عايزيني أنا أنا موجودة هو لا يكونش دعا بالتلاميذ أنا موجود قدام قدام نعم نظهور ده أنهي شخصية دي اللي بيقدمها ده بيطعم في 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 صلب شخصية المسيح يس مزبوط مزبوط أخوة غالي أشرح يعني المشكلة بيقول لك يا سيد الأزيز فأعادها ثانية وثالثة عيسى بيع الهريسة ابن مريم تمام ابن المنفوخة مريم تمام سريع الكلام اللي بيطلع من تم ولكن يعني الكلام حقيقي يعني عيسى بيع الهريسة اللي بيقول لك هذا الكلام فأعادها ثانية وثالثة وكل ذلك لا ينتظر إلا ذلك الشاب يعني مثلا انت اللي عملت كده سكت انت اللي عملت كده لا سكت انت اللي عملت كده قال له أيوة أنا عملت كده انت واخد ملك فأقول لك هذا الكلام لا ينتظر إلا ذلك الشاب فقال أنت هو خلص أنت هو أنت هو فألقى الله عليها شبه عيسى وحتى كأنه هو وفتحت شوف 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 انت رح تنصدم من التفسير آخر شيء من هذا التفسير ففتحت روزنة من سقف البيت هذا تفسير من كثير يا مسلمين خذوا بالكم هذا تفسير من كثير عن بقرة هذا تفسير من كثير وفتحت روزنة من سقف البيت وأخذت عيسى عليه السلام سنة من النوم ورفع إلى السمن هو كذلك كما قال الله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافع كذي ومطهرك من الذين كفروا في سورة آل عمران خمس وخمسين أقول لك كمان فلما رفع خرج أولئك النفر فلما رأى أولئك الشاب ظنه أنه عيسى سبحان الله أم يبيد عنك أنا أسف على كلام الكلمة دية ظنه أغبياء يعني الصراحة هم أغبياء فأخذوه في الليل وصنبوه ووضعوا الشوكة على رأسه فأظهر اليهود أنهم سعوا في صلبه وتبحبحوا في ذلك أقول لك وسلم لهم طوائف من النصارى وذلك لجهلم قلة عقلهم سبحان الله كلة العقل يعني العقل فيه زينة يعني أقول لك أو الدماء فيها الزينة يحنا يعني فعلا يعني بنصلي لأجلهم لأنه فعلا يعني أنا أنا مش عارف أنهي عقل أنهي عقل أنهي منطق اللي بيقبل الإنسان أنه ينكر حقيقة تاريخية لا يمكن العاقل أنه يشك فيها من كتر الأدلة بتاعتها يعني الأنجيل وكتابات يهودية وكتابات رومانية من خارج الأنجيل تؤكد صلب وموت المسيح ويجي واحد بعد ستمائة سنة لم يرأ شيئا ولم يعرف شيئا ويطعن فيه حقيقة تاريخية وللأسف الناس تمشوا وراء يس مزبوط طب أنا دسال سؤال يعني فيه أشخاص اسمه ورد ورد البلد الأصيل يا ورد البلد الأصيل تمام يا ورد البلد الأصيل يا الخجلين مش هيقدر يرد عليك أنا بتعوك مناظرة الآن في هذه الحالة أمام الأخ أشرف عزمي تمام الأخ المبارك الأشرف أشرف عزمي أنا بتحدى أي مسلم في مناظرة الآن أو الأخ أشرف عزمي تمام يعرض مناظرة بينه وبينه سداني يعني لو ما كانش الرب يفتح القلب بعمل روح القدوس تمام هي كل اللي احنا بنعمله احنا بنقدم الحق ونوضحه ونرد على التساؤلات المطروحة وروح الله يعمل في القلوب ويفتح البصار شكرك أخويا هيكوب والربي بركك ويستخدمك شكرا لك مع السلام فالإنسان عنده مشكلة في الكتاب المعدس والمشكلة دي مشكلة عويصة عشكده في رميا بيقول نفس الكلام كما هو مكتوب أنه ليس بار ولا واحد ليس من يفهم ليس من يطلب الله معا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد ويقول كمان قد الجميع أخطأوا واعوازهم مجد الله ومن أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطيئة للعالم وبالخطيئة الموت وهكذا اكتاز الموت الجميع الجميع صار محكوم عليهم بالموت الروحي الانفصال عن الله ودي موجودة يعني لو مش موجودة في الكتاب حتى الإنسان يقدر يستنتجها من خلال معرفته للتاريخ البشري وعبادة الأوثان وبعد الإنسان عن عن الرب طب خليني أخد نقطة أخرى الفيديو اللي بعد كده بيقولك إنه الأنجيل بتخلو من فكرة إن المسيح مات فداء الأنجيل بتخلو من فكرة أن المسيح يموت فداء هو هنا بيعمل هو بيقولك لا الأنجيل أساساً المسيح ما قالش أنا 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 جاي علشان أفضل الإنسان ومربطش مجيئوا بخطية أدم فبالتالي يبقى مفيش داعي لموت المسيح فإحنا كمسلمين لما ننكر أن المسيح لم يموت إحنا ما مجرمناش في حاجة فناخد الفيديو رقم أربعة نرجع نعلق عليه النصوص الأنجيل ما في هذا المفهوم دي روبالكو الأنجيل ما فيها هذا المفهوم أن المسيح قتل حتى يكفر لا يمكن فقط في إنجيل يوحنة نعم في إنجيل يوحنة ورسائل بوليس وإحنا قلنا إنجيل يوحنة ورسائل بوليس هذي الكاتب إلها يشماله كاتب واحد تماماً إزاي إزاي رسائل بوليس رسائل بوليس يعني هو انشر البلية ما يضحك ساد دوني يعني رسائل بوليس وإنجيل يوحنة بما أنهم بيتفقوا في فكرة يبقى الكاتب واحد كويس؟ كتبهم واحد احنا ما نعرفهوش واحد كده حاب يغير تعليم المسيح ويكلم عن الفداء بالصلب طب ماذا عن عشرات الايات الاخرى اللي في الاناجيل ده لما الملاك جيه اولا يبشر العذراء مريم ولها انه هتدعو اسمه يسوع ليه؟ لانه يخلص شعبه من خطاياهم يعني ايه؟ ده اسمه ليه معنى وارتباط اسمه بالخلاص من الخطيئة هو ده مش اشارة ما فيهاش اشارة لما يحنى المعمدان يرى يسوع ويقول هو ذا حمل الله الذي يرفع خطيط العالم هو يحنى كان مجنون ما كانش عارب يقولي لما مرات ومرات الرب يسوع يقول ان ابن الانسان قد جاء لكي يطلب ما قد هلك ان ابن الانسان جاء لكي ما يقدم نفسه فدية عن كثيرين ده في الاناجيل هي الايات دي يعني ما لهاش اي ايما ما بتشرش الى الى لماذا جاء المسيح وايه العمل الاساسي الذي جاء لأجله خليني اجي الى جزء مهم عايز اتكلم عنه وهو للرد على هل المسيح ما تكلمش عن موته صلبه وموته ما هو لو موته ملهوش ايما وليه يتكلم عن صلبه وموته ايه ايه حقيقة صلبه وموته يعني وليه المسيح اصر ان يروح ارشاليم ووجه وجهه نحو ارشاليم ليه كلام المسيح عن صلبه وموته يعني الاخ في فيديوهات بيقولك المسيح نفى نفى ان يكون الفداء بالصلب والموت فقبل ما اتكلم عن حديث يسوع عن صلبه وموته خليني ااخد الفيديو رقم خمسة واخد خمسة وستة لو هم جاهزين اه ممكن ااخد الفيديوهين دول ورا بعد وارجع اعلى عليهم فنسمعهم معنا مع بعض لاحظوا النص هذا ديروا بالكم نص قوي وصريح في الرد على مين على مفهوم صلب المسيح ولما بنقول على مفهوم صلب المسيح اي اعتقاد النصارى بان المسيح صلب ليكفر عن خطايا سابقة نعم لاحظوا النص اجروه وخلينا نجراه مع بعضنا ونشوف وين فهم النصارى او المسيحيين لقضية صلب المسيح وتكفير الخطايا شوفوا معنا ايش بقول هذا يقبل خطايا ويأكل معهم فذكر له المسيح توبة الرب على هؤلاء الخطايا الان لو كانت التوبة لا تتحقق الا بصلب المسيح لما ذكر المسيح مين هذا النص الموجود عندنا الان بين دينا اقول لكم انه هكذا يكون فرح في السماء لاحظوا كيف هذا رد واضح وصريح يعني المسيحين لو بيخجلوا على حالهم احنا صراحة مكسفين او لا يقول انسان منهم بصلب المسيح لا يقول انسان منهم بصلب المسيح ولا يقول انسان منهم بفلسفة الصلب الموجودة عندهم الان لاحظوا اقول لكم انه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من تسعة وتسعين بارا لا يحتاجون إلى توبة لأنني لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة إذن المسيح هنا يتكلم عن مين؟ عن رسالته ويؤكد بأن هناك أبرار إيش يعني أبرار؟ يعني لا خطية لهم إذن هو الآن بيقول أنا جاي لأدعو مين؟ لا لأدعو الأبرار وإنما لأدعو الخطاء إذن في صنف من الناس أبرار وفي صنف آخر خطاء عصاء والمسيح يؤكد أنه جاء للعصاء إذن وجود أبرار بينفي وينسف مفهوم مين؟ توريث له آدم خطيطه لمين؟ لأبنائه من بعده لو كان الناس كلهم خطاء لما ذكر المسيح هذه التصنيفة لمين؟ لهو الناس طيب أنا هاخد الفيديو الثاني بس خليني الأول على الجزء أولا هو اقتبس من لؤة 15 لؤة 15 كويس لما الرب يسوع كان لما كان الرب يسوع بيقعد مع العشرين ودي طبقة مرفوضة من معلم اليهود يعني لأنه كانوا بينزوروا العشرين على أنهم خينين للبلد بيجمعوا ضرائب من أجل الحاكم الروماني كويس والخطاء أي واحد ما مش بيمشي بحسب النموس كان اليهود يلاقبونه بالخطاء وكان الرب يسوع بيحب يقعد معدول ويكلمهم كانوا طبقات منبوذة فتزمر الفرسون والكتب قائلين هذا يقبل خطاه ويأكل معه كويس فربي يسوع ضرب ليهم ثلاثة أمثال مثل خروف الضال ومثل الدرام المفقود ومثل الابن الضال في لوقة خمستاشر فهو اتكلم عن مثل الخروف الضال وجي قال في عدد تسعة سوري في عدد سبعة لما الراعي لما الرب يسوع ضرب المثال وقال له من الراعي ليه الخروف الضال حطه على منكبايه فرحا وبعدين اقول لكم انه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب اكثر من تسعة وتسعين برا لا يحتاجون الى التوبة فاخونا ده على طول قال لك هو انه انه في ناس ابرار وفي ناس خطاع ووجود ناس ابرار معناه انه المسيح لم يأتي لكيما يكفر عن خطية الانسان وسقطة ادم وخطية ادم ووجود الانسان في الخطية طبعا هو بياخد المثل من سياقه المسيح بيتكلم عن انه زي الفرسين والالساء زي العشرين والخطاع بيقبلوه وبيسمعوا كلامه وبيؤمنوا به كويس وايمانهم به بشخصه ايمانهم بشخصه والذي هو ايضا ايمانهم بعملوا بيخلصوا وانا مش جاي للابرار الالذين يظنون انهم ابرار لان الكتب الفرسين كانوا يظنون في انفسهم انهم ابرار انتوا ابرار انا مش جايلكم انتوا انا جاي لكل انسان يرى نفسه انه خاطئ يستحق ان يخلص وينقذ يحتاج الى الخلاص طيب ما فيه كتير النهار ده ناس مش حاسة انها محتاجة لله وربنا وقف التعامل معاهم لانهم مش حاسين انهم محتاجين لله فالمثل ده المثل ده مثل الرب يصعب يتكلم فيه عن قربه ودعوته للخطاء ورفض الفرسين ايضا للتعامل مع هؤلاء الخطاء لكن الجزء ده اللي حاب اتكلم عن حديث يسوع المسيح عن صلبه ليه تكلم للرب يسوع عن صلبه ليه الرب يسوع قال كما رفع موسى الحية في البرية طب انت حضرتك تعرف الارتباط ما بين موسى يرفع الحية في البرية وما بين ان المسيح يرفع على صليبه مش يرفع انه يعني ياخده من كوة كده في لا لا كلمة يرفع هنا تشير الى الصلب كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية اخذ الاخ زكريا اهلا اهلا وسهلا بحضرتك تفضل ايوة معاك تفضل سمع سلام ونعمة اهلا بيك اهلا بيك اخي اتفضل اتفضل برنامز الاكاديمي عبر الكتاب مقدس الذي يكتف ان الكتاب مقدس هو من عند الله وانا القرآن هو كتاب سيطان يكتبه صلوق محمد وانا ادعو شباب الاسلام دي الخراف وعتينا كل مسيحية تحق السوت شوية بياضع انا مسامع كويس اه امن خصوص البرنامز الذي كتبت عن البرنامز اخي الدكتور الو الصوت الشوية الصوت 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 مش واضح عندي اخي زكريا الصوت الان زي مازال بيقطع هو بس يعني طيب ممكن تحول مرة تاني اخونا زكريا تتصل بنا ممكن لانا الصوت فعلا ايو 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 الصوت الآن جيد اه اه افضل ايو انا ادرق الشباب عمال فانترك الاسلام بالخرافة والتدار طريقة المنسيخ وحمد الصالح والطراح الكتاب مقدس طلبهم عن التحية عن التحية هي النور بخصوص الموضوع البرنامج ان القرآن يقول بان ما قد تلو مصر وان مش بطريقة وهذا كده بوتين لان قد ان تلو شيط علي زي شكرا لك اخونا زكريا هذا صالب المسيخ لأن حسل قصة القرآن أن المسيح صالب حسل قصة القرآن أن القرآن تلو عدة أسخاص للقرآن للجلدهم وقال ارسل ابن الحديد هكذا ارسل سؤال المسيح ذاسع يصول هان خاريا ايوه في الانجيل المقدس للمرقص لأحنا من أي واحد لأحنا يعني فأشكرك أشكرك أشكرك اخويا زكريا لأن عندي دائتين أنا عارف يعني الفكرة بتاعت حضرتك أنه ازاي أنه فعلا المسيح صلب بأدلة كثيرة وبروايات كثيرة فيه شكرا شكرا لك والربي ربي بارك آمين 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 طيب أنا عارف الوقت جري بينا وأنا طبعا بشكركم لأجل اتصالاتكم وتفاعلكم مع البرنامج ده شيء بيشرفني ويسعدني باستمرار وسواء من الإخوة المسيحيين أو حتى الإخوة المسلمين لما يكون عندهم أسئلة لكن الحقيقة اللي عايزة أقولها أنه إذا كان الصلب والفداء مش من تعليم المسيح لماذا لماذا تحدث يسوع عن موته وعن صلبه وعن قيمته إيه قيمة موته صلبه وقيمته لو 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 لم تكن لفداء الإنسان يعني زي ما يقول هنا أنه وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية فقال لهم يسوع مات رفعتم ابن الإنسان فحينئذ تفهمون أني أنا هو ولست أفعل شيئا من نفسي بل أتكلم بهذا كما علمني أبي والرب يسوع أتكلم عن أنه بشواهد كثيرة أنه ينبغي ينبغي أن ابن الإنسان ينبغي بحتمية لموته حتمية لموته هنكمل مع بعض في الحلقات اللي جاية نفس الفكرة بإلى أن نلتقي سلام المسيح مع حضراتكم